موسيقى موسيقى نهنعكم بشهر رمضان وحلول شهر رمضان الكريم أسأل الله أن يتقبل صيامنا أنا ناصر محمد سالم مشرف قسم مختبر مستشفى التخصصي عدن يتم عمل أغلب الفحوصات بالمستشفى عندنا لدينا فحوصات شاملة مثل والسكر فحوصات وظائف الكبد فحوصات وظائف الكلا أيضا إلى جانب كثير من الفحوصات فحوصات هرمونات فحوصات الفيروسات لدينا كثير من الأجهزة الحديثة والتي تستعمل في أغلب المستشفيات ومثل فحص الكوباز A411 هذا يفحص لي الهرمونات والفيروسات ومعنا A411 يشتغل أغلب فحوصات الكيمستري مثل وظائف الكبد وظائف الكلا لدينا فحص CBC نهان كايدن شركة ممتازة تفحص فحص CBC الشامل فحص نسبة الدم وأغلب الفحوصات الخاصة بالهيمتولوجي المختبر يعتبر قسم تشخيصي يتم سحب فحوصات للمرضى وعمل فحوصات شاملة سوى فيها التي تخص العظام والتي تخص الباطني وأغلب الفحوصات ما قبل العملية تعمل لدينا هذا الذي يسمى بالمختبر لدينا جهزة كوبازي 411 وهذا يعمل فيها الفيروسات والهرمونات C111 هذا نعمل به فحوصات الكيمستري فحوصات الكيمستري كثيرة وفحوصات الهرمونات لما نتكلم عنها هي كثيرة يعني تتجاوز الثلاثين فحص والكيمستري تتجاوز الخمسين إذا ما بلغ في عدد الفحوصات مثل هرمونات الغدة اللي هو TSH T4 T3 أيضا معك البرولكتين فحص التستيرون فحوصات يسموها في معنى الفيروسات إلى جانب غير الهرمونات فيروسات الفيرال ماركر اللي هي الHIV الهبتايتس C الهبتايتس B أيضا في التورش فحوصات الجرثومة حق الولادة وما أدراك ومجموعة من الفحوصات نعمل في فحوصات C111 جهاز C111 هذا يعمل لفحوصات كيمستري مثل وظائف الكبد والذي هي 7 أو 8 فحوصات أو أكثر أيضا الـ KFT اللي هي اليوريا والكرياتين هذه وظائف الكلا ويتم عمل فحوصات الأملاح اليوريك أسيد الفحوصات السكر اللي هي صائم وفاطر و HPA1C أيضا نعمل فيها إلى جانب هذا فحوصات أخرى مثل الكالسيوم نعمل فيها هي أغلب الفحوصات الكيمستري نعملها فيها C111 أيضا الذين جهاز نعمل فيه يسموه فحص شامل الدم الشامل اللي هو الـ WBC الـ HB الصفائح هذه نعملها بهذا الـ CBC أيضا لدينا بنك دم هنا في بنك الدم يتم سحب الدم من المرضى ووضعه هو في تلاجة خاصة تسمى بنك الدم لدينا جهاز فصل طرد مركزي نعمل فيه فصل غرب الدم للمرضى وهذه خدمة نادرة ما نلاقيها بالمستشفيات المستشفى التخصصي عادة نوفرة الجهاز نعمل فصل غرب دم إلى ثلاثة BCV وبلازمة وبلاتليت أيضا لدينا جهاز الميكروسكوب هذا جهاز فحص مجهري يعني تحت المجهر نعمل فيه فحص الهورين فحص الستول هذه أغلب الأجهزة المتواجدة لدينا إضافة إلى هذا في معنا فحص أو جهاز إلكترولايت جهاز معادن المعادن الحيوية لدى المريض الصوديوم والبوتاسيوم الكلور الكالسيوم أيونزيت هذه الأجهزة المتواجدة لدينا في المختبر السكر التراكمي هذا يفحص لك قيمة السكر في كل إنسان لمدة ثلاثة أشهر يعني كم تناول سكر هذا الشخص المصاب بالسكر في خلال ثلاثة أشهر يتم عمل الفحص والمصابين أو غيرها ليعرفوا الأطباء ويتأكدوا من وجود سكر مزمن أو حديث من خلال هذا الفحص يتم تحديد إذا كان الشخص مصاب أو غير مصاب في بعض الفحصات وليس أغلبها مثل فحصات السكري صايم يتم سيام فترة معينها ربما ثمان ساعات تختلف أغلب أكثر أو أقل إنما المتعرف عليه ثمان ساعات وفي معناه يسموها الليبيد بروفايل فحصات الدهون هذا ينبغي أن يكون المريض صايم 12 ساعة وفي دراسة أخرى نزلت حديثا تقول لك أنه لا يشترط أو ربما إذا صام أربع ساعات يكتفي بهذا الشيء فحصات الليبيد بروفايل تضم كوليسترول، الترايجليسراي، الـ LDL، الـ HDL الـ LDL والـ HDL هي اختصارات الكلمات معينة الـ HDL هي High Density Lipoprotein والـ LDL هي Low Density Lipoprotein هذه الفحصات يتم عملها للمريض وهو صايم 12 ساعة كل فحص معين له محلول معين خاص به يتم تصنعه من قبل الشركة ويتم عملها لدينا يتم تخزينه فيه لدينا تلاجاء خاصة بخزن المحاليل وحفظها على درجة حرارة معينة ويتم معايرتها بشكل مستمر أسبوعي وشهري لضمان نتيجة محاليل أو نتائج للمرضى بشكل دقيق وصحيح ومرضية للمرضى والدكاتر لدينا عندنا في المختبرات حاجة يسمى Quality Control و Calibration الـ Calibration نعرف المحلول بالجهاز والـ Control نضبط النتائج بحيث أنها تطلع بحاجة عندنا لدينا تسمى Target نتيجة صحيحة Target هذه تعطى لنا من قبل الشركة المصنعة للمحلول يفترض يقول لك أنه لما نعمل هذا الـ Control يطلع عليه قيمة معينة هذه القيمة لما نشتغل Control تطلع لدينا بالجهاز ونغارنها بالقيام المعطاة لدينا من الشركة المصنعة للمحلول في هذه الحالة إذا طلعت القيمة متساوية للقيمة المعطاة من قبل الشركة هنا نعتمد ونعتبر فحوصاتنا دقيقة وممتازة يتم هذا المعايرة أسبوعيا للتشييق على هذه المحلول بشكل دوري وشهري أو أسبوعي سوى من قبل الشركة التي أخذنا منها الأجهزة ومن قبلنا نحن كطاقم مختبر ومن ضمنهم أنا مشرف المختبر يتم عمل في بعض الأجهزة بشكل يومي معايرة وإضافة محاليل وإضافة ديستل واتر وإضافة مستلزمات للأجهزة وفي بعض الأجهزة تحتاج إلى تشييق شهري سوى من قبل الشركة المصنعة أو من قبلنا نحن الفحوصات يختلف توقيثها لكن بشكل لو طلبت رنج معين نقدر نقول في خلال 40 إلى ساعة أقلب الفحوصات تكون جاهزة لدينا في بعض الفحوصات مثل فحوصات زراعي فحوصات هرمونات لا يتم عملها هنا لدينا في المستشفى أو ربما في عدن يتم إرسالها والنتائج تأعود بعد يومين ثلاثيين بالكثير فحوصات السرطان، فحوصات الزراعي نتائجها ليس التأخير من قبلنا إنما هي تأخذ تزريع وطلوع المستعمارات تأخذ إلى ثلاث يام أربع يام نأخذ العينة على حسب طلب الطبيب من أين يتم أخذ العينة سوى كان خزعة، سوى كان بلغم، سبيوتم ربما من خلال جرح بيبسي من خلال بص اللي هو غيح بشكل، ومن ثم يتم وضعها في أدام عينة ويجرعها على طبق ويتم تزريعها وإرسالها وعملها، والنتائج تعود بعد خمس أيام من عمل الفرس وأحب أن أنصح المرضى وعامة الناس بعدم تناول الطعام بشكل دفعة واحدة وتقسيمة إلى عدة دفعات وأيضا شرب الماء لا يتم بشكل مستعجل بعد الفطور ويفضل شرب الماء على فترات متغاطعة وشرب الماء كثير حتى يتم تعويض السوائل لدينا بعض المرضى اللي مصابين بمرضى السكر وأيضا مرضى الدهون أصحاب السكر بسبب إفراط في تناول الحلويات في رمضان وتناول المأكلات بشكل غير متحكم به يأتون إلينا ويعملوا وفاح السكر ونواجه حالات كثيرة بارتفاع معدل السكر عند هؤلاء المرضى لذا ننصح بتناول كميات محددة والرجوع إلى الأطباء في حمل حمية معينة بتناول الأكل في رمضان لأننا نواجه حالات صحيح مرتفعة كثير ولم يتم السيطرة عليها ربما تؤدي إلى الإغماء لدى بعض المرضى لذا ننصح بتناول الطعام بشكل منتظم والابتعاد على الحلويات لدى مرضى السكري والعودة إلى الأطباء في تنظيم الأكل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة ويمان علينا بالسلوان والشكر اشتركوا في القناة